شهد سابع أيام مهرجان خادم الحرمين الشريفين لسبقات الهجن على أرضية ميدان الجنادرية منافسات محتدمة ظهرت فيها روز في الشوط الأول المخصص للثناية الأبكار العام بشعار قادم من الولايات المتحدة الأمريكية لهجن سعودي بورنيكس لمالكة قاسم أبو ناصر وفازت روز بالشوط محققة أفضل توقيت في الفترة الصباحية ب12 دقيقة و39 ثانية وفي الشوط الثاني المخصص للقعدان الثناية العام تمكن ختال من أهداء مالكة عبدالله سعيد الظاهري الفوز والنموس بتوقيت 12 دقيقة و48 ثانية و8 أجزاء بالمئة من الثانية وفي الشوط الثالث المخصص لأبكار الثناية تواصل تألق هجن الإمارات من خلال منحاف التي أهدت النموس لمالكها محمد حماد أبو خرايط العامري وبتوقيت 12 دقيقة و43 ثانية و5 أجزاء من المئة وفي الشوط الرابع كان الموعد مع مبلش بشعار حمد جار الله علي حسين لبريدي والذي مفرد بالمقدمة ب12 دقيقة و52 ثانية و26 جزءا بالمئة من الثانية